اسمحي تكون البداية من عند حضرتك كاسية المستشار المادة 107 في ناس مكرر في ناس عايزة تعرف وده ممكن سؤالي الأول إيه أصلها وكيف تطورت ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم واللي هي النهاردة مفار للجدل أنا بشكرك لأولا صدرتك كريمة أن نحن بنصير موضوع يعني شائك مثل هذا الموضوع بدأت سنة 1883 كان أول تشريع صدر لمعاقبة الراشي المرتاشي الوسيط ولا يوفر من اللقاب حتى لو عطرفه يعني سنة 1883 كانت البداية في أن فيه تشريع كان بيعاقب الراشي المرتاشي الوسيط حتى لو الراشي والوسيط عطرفه في عقب له تمام لكن المشرع وجد وقتها أن صعب إثبات هذه الجريمة الجريمة السرية بتتم في انطاق ديئ أدلة الإدانة صعب تجمح فأراد المشرع وقتها سنة 1883 وما بعدها سنة 1904 أنه هو يساعد على تجميع أدلة الإدانة بحيث يتم يقاب على الأقل المرتاشي صاحب الوظيفة العمومية على الأقل المرتاشي صاحب الوظيفة العمومية لإيه بالراشو تمام تمام الكلام ده كان الفترة من 1883 ل1904 ل1904 هو كان بيحصل فيه إفلات بالعقاب لأنه كان صعب تفضل المشرع سعيتها كان بيقول صعب أثبت أركان الجريمة هو وجدنا طيب ما هو كان سهل أنه يثبتها بالنسبة للمرتاشي إيش معنى كان صعب يثبتها للراشي والوسيط هو لا أن التلاتة بيفلطوا من العقاب الجريمة سرية الجريمة بتتم في انطاق ديئ صعب أن نجمع أدلة ثبوت يدان بها المتهمين فالمشارع هنا أراضي يخلي الراشي والوسيط شهود يشهدوا يجمع أدلة ثبوت على المرتاشي اللي هو بيتاجر بوظيفة العمومية تمام ده كان أصل فكرة إعفاء الراشي والوسيط ده الكلام ده كان لحد سنة 1904 بالفعل صدر التشريح سنة 1937 بيعفي الراشي والوسيط من العقاب لو في أمرين الأمر الأولاني لو أبلغوا السلطات قبل ما تتم الجريمة يعني الموظف العام طلب منهم رشوة وهم يعني هم أبلغوا فعشان يبقى هنا في مجل الإبلاغ يعني هنا بيعفهم الجريمة في الحالة الثانية لو الراشي أو الوسيط اعترفوا بشرط أن يكون اعترفهم كاملا وغير منقوص يبقى شرط أنه ما يخبوش حاجة يعني يعترفوا على المرتاشي اعترف كامل وغير منقوص بخصد برضو أنهم يجمعوا أدلة الإدانة على المرتاشي بدل ما التلاتة يبرقوا من هذه الجريمة يفلطوا من العقاب تمام فبترى فهنا كان فيه مبرر أنه ما فيش نجريمة سرية أنه ما فيش أدلة تثبوت كفاية فبدل التلاتة ما يفلطوا من العقاب همهم هنا الموظف العام اللي بيتاجر بوظيفة العمومية أنه يبقى فيه أدلة إدانة لي طب الكلام ده كان سنة 1936-37 ما كانش فيه وقتها تسجيلات صحيح ما كانش فيه وقتها أدلة فنية تكنولوجيا حاليا الجريمة بتطبط ومش في العصر ده وبس ومن قبل كده بشوية كمان الضبطيات بتتم في حالة التلبس بتتصور وبتسجل بقى فيه أدلة فنية احنا تطورنا لكن القانون لم يتطور المادة لم تتطور فأصبح إلى تاريخه رغم أن الضبطيات بتتم في حالة التلبس مسجلة ومصورة إلى أن الراشي والوسيط يعفوا من العقاب بنص من القانون لو اعترفوا أثناء التحقيقات اعتراف كامل وغير موقوص ده طبعا خلل تشريعي وده بيتناقض أنا شايف يعني القيادة السياسية من ضمن إنجازتها أنها حربة الفساد هذه الفترة بشكل كبير في الجهات الرقابية بتعمل ضبطيات تعريبا كل يوم فبقى إنا بنسمع فندم عن وزير حالي ومسؤول حالي ومحافظ ونائب محافظ حالي بيعملوا شغلهم كويس قوي وبيفلت من ده الراشي والوسيط لو اعترفوا بنص القانون بنص المادة 107 مقرر لو كانت المشرح حاجته زمان إنه هو يجمع أدلة السبوت على المرتشي اللي هو صاحب الوظيفة العمومية عشان ما كانش عنده أدلة فنية فكان عايز شهود إثبات هذا الوقع الوقع بالتتم في انطق دايق ففكر إنه يجيب الراشي والوسيط دول يبقوا هم أدواته لإثبات الجريمة على المرتشي بالضبط كده أحسن ما التلاتة إفلته من العقاب بس ما كانش ساعتها وقته وقتها ما كانش فيه أدلة فنية ما كانش فيه تسجيلات ما كانش فيه تطور في الأدلة الفنية اللي نقدر نسبت بها سواء كانت تسجيلات أو تصوير الوقع بالتتم الوقت يتضبط المتهمين بيضبطوا المتلبسين ومصورين بيتصوروا إذن أنا فهمك كده من كلام حضرتك إنه حضرتك من الرأي الذي يطالب بتغيير فوري وتعديل في هذه المادة 107 مقارن من قانون العقوبات من مبدأ إنه دلوقتي أنا عندي كل الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة اللي تخليني أعرف أثبت الجريمة بدون ما اضطر أخلي الراشي والوسيط يفلتوا من العقاب في مشكلة تانية عندناك المشكلة إن الراشي والوسيط اللي هما بيتضبطوا في حال التلبس يعني بالرشوة لو اعترفوا أخذوا براءة بيأخذوا الحكم المحكمة بيكون البراءة مش إقاف تنفيذ الوقوبة بيكون براءة ده معنى إيه ده معنى أن الراشي اللي هو ارتكب جريمة مخلّة بالشرف ممكن يتحلق بالرتب والنياشين ممكن يلأخذ براءة ممكن يلأخذ براءة ممكن يلأخذ مجلس النواب يعني هو الوقت الراشي ارتكب جريمة مثل ده مثل الجريمة لها يعني من الكبائر مخلّة بالشرف مخلّة بالشرف مخلّة بالشرف الرشوة الجريمة من الجراب المخلّة بالشرق؟ قبّهت عليّ كل الأديان وبيبرّق وطالما بُرّق من هذه القضية ممكن يمسك أي منصب في الدولة ممكن يكون مسؤول عن أروح من أدنين ممكن يلقيه في أي مكان سياسي أو قياد شوفوا وبيعمل إيه وأخذ حكم إيه بالبراءة ورغم كده والحقيقة الوسيط كمان يا فندل لا تقل والوسيط هكذا والوسيط هم التلاتة طبعا يعني التلاتة شركة في هذا الموضوع الوسيط ده هو اللي بيساهل الوسيط ده مش موجود يمكن كالجريمة الرشوة ما تمتش لكن هو موجود وهو الساهل هذه الجريمة أنطقة نجد برضو أن هذه العوارق القانوني في هذه المادة مخالف للدستور المادة تنين من الدستور الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ونبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي في التشريع ونبادئ الشريعة الإسلامية الحديث السنة قولية بتقول الراشي والمرتاشي في النار طبعا هنا بيحفى الراشي والوسيط مخالف الأحكام الدستور كمان بنخالف قواعد العدالة لأن قواعد العدالة راشي مرتاشي وسيط التلاتة شركة فالتلاتة المفروض يكون لهم نفس العقاب نفس درجة العقاب؟ طبعا عقوب نص عام في قانون العقوبات التلاتة يعقبوا نفس العقاب؟ طبعا الشريك طول عمره في قانون العقوبات لها عقوبة الفعل الأصلي أي شريك في جريمة لها عقوبة الفعل الأصلي وقوبة الشريك هي قوبة الفعل الأصل